اشتركوا في القناة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في هذا البيت آيات بينات وعلامات واضحات على أن الله عظمه وشرفه وكرمه وأنه من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تلك الآيات مقام إبراهيم عليه السلام وهو الحجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل على أرجح الأخوال وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا العمل المبارك العظيم منسوبا إلى خديده نبي الله إبراهيم عليه السلام ومن دخل هذا البيت أمن على نفسه فلا يناله أحد بسوء وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حين قال رب جعل هذا بلدا آمنا وكان العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض أما من دخل الحرم أمن من القتل والإغارة وكان الرجل يجد فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يقربه بسوء حتى يخرج من الحرم لأن الله ألقى مهابة البيت الحرام في قلوب الجميع وهناك الأعظم والأهم من دخل بيت الله الحرام معظما له متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة من العذاب والنار لكن على مر العصور تعرض المسجد الحرام لاعتداءات دموية فهل من تعارض مع الآية الكريمة؟ لا يوجد تعارض لأن الخبر في الآية الكريمة على سبيل الأمر فهذا أمر من الله تعالى بأن نؤمن من يدخل الحرم وأن لا نؤذي أحدا داخل الحرم قدر استطاعتنا وقد أوجب الله على المستطيع من الناس في أي مكان قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج والحج أحد أركان الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فيجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع أداء الحج مرة في حياته ومن جحد فريضة الحج ولم يحج حتى مات وهو يستطيع أن يحج فقد كفر وقال سعيد بن المسيب نزلت في اليهود حيث قالوا الحج إلى مكة غير واجب ولنا هنا وقفة أخي الكريم القادر على الحج بادر للحج الآن قبل أن تتبدل الظروف وتندم ندما شديدا يوم لا ينفع مال ولا بنون والله غني عني وعنك وعن سائر خلقه قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين